في أزمة الكورونا فيروس يواجه الشرق الأوسط واحدة من أكثر الأزمات خطورة على امتداد تاريخه الحديث من المتوقع أن تستمر الأزمة لمدة سنة إضافية أو سنة ونصف إلى أن يتم إنجاز واختبار وتوزيع لقاح فعال أكثر السيناريو هات تفاؤلا تتحدث عن احتمال وفاة مئات الألاف خلال العام القادم ومع انتشار الوباء وخصوصا حين يستفحل في المجتمعات التي تعاني من الحروب الأهلية أو تشهد مستويات عالية من الفقر والاقتضاظ السكاني فإن عدار الضحايا قد ترتفع إلى الملايين فضلا عن الخسائر بالأرواح سيسبب هذا الوباء خسائر اقتصادية كبيرة ومعاناة قاسية لأهل هذه المنطقة على مستوى عيشهم اليوم وأكثر التقديرات تفاؤلا تلحظ انكماشا اقتصاديا بنسبة تقترب من العشرة بالمئة فيما تذهب تقديرات أخرى إلى مقارنة ما يحصل اليوم بالكساد الكبير الذي ضرب أميركا ومن ثم العالم في الثلاثينات من القرن المنصر ما يعني أن نسب الانكماش الاقتصادي قد تصل إلى 20 أو 30 بالمئة ومع هذا الانكماش سترتفع نسب الفقر والبطالة وتلامس مستويات لم يسبق أن خبرناها من قبل الضرورات الماثلة أمامنا تضع حكومات المنطقة أمام تحديات ملحة وعاجلة أولها يتمثل بسرعة التحرق لإبطاء انتشار الفيروس عبر تطبيق سياسات الإغلاق العام والتباعد الاجتماعي ودعم القطاعات الصحية على نحو عاجل لمواجهة تضخم أعداد المصابين وتوفير مساعدات اجتماعية واقتصادية طارئة للفئات الأكثر ضعفا في المجتمع ثم التنصيق الملح مع القطاع الخاص للحد من انكماش الاقتصاد والتحضير لإعادة انتعاشه ما أن تبدأ حال الطوارئ الصحية بالتراجع لكن يجدر بهذه الأزمة أن تذكرنا جميعا بإنسانيتنا المشتركة وقادت المنطقة مدعوون بإلحاح وأكثر من أي وقت مضى إلى نزع فتائل التصعيد وتخفيف التوترات في الإقليم وإنهاء الحروب الأهلية وبالواسطة والانتقال من صعد المواجهة والنزاع إلى صعد التعاون والتكامل والتنصيق لما فيه المصلحة المشتركة لشعوب هذه المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر